اتسعت احتجاجات ايران لتمتد في 28 محافظة ايرانية من اصر 31 محافظة فخلال عشرة ايام من احتجاجات البنزين العارمة في ايران بعد 180 ساعة من قطع الانترنت في ايران على عيد نظام الملالي بدأت تظهر مقاطع للقتل والقمع الذي تم خلال فترة الانقطاع وسقط خلالها الكثير من القتلى وجرح الالف من المحتجين على صعيد اخر وفي اقليم الاهواز قامت قوات الامن والحرس الثوري الايراني بتنفيذ اعدامات ميدانية ضد الشبان المتظاهرين من الاقليم خلال احتجاجات الاسبوع الماضي التي تم قمعها بعنف دموي في كافة انحاء ايران المصادر اكدت ان المحتجين العرب سيطروا على عدة بلدات ومناطق في الاقليم وذلك بعدما قامت قوات الامن باستخدام القوة المفرطة لتنفيذ اقتحامات وعمليات انزال خاصة في منطقتين معشور والفلاحية احمد المفلح الاخبارية